اشتركوا في القناة والحرية والصلاح والاصلاح ورح ينكث فيها القمر في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة واربع وخمسين دقيقة من عصر اليوم الخميس وبعدها بدو ينتقل لمنزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء والثبات بما ان القمر موجود في برج الاسد معناته بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة افضل كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا الا طبعا اليوم ما في تأثير ما في اي زوايا رح يشكلها القمر مع اي كوكب يعني اليوم القمر محترق ما في تأثير الا للزوايا البطيئة الموجودة تأثير الزوايا بيأثر على جميع الابراج دون استثناء اول زاوية هي زاوية التسديس ايجابية بين الشمس وبين المشتري بتدفع بحضوضنا بصورة عامة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي والمهني اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ايجابية بين الزهرة وبين بلوت وهي زاوية ممتزجة طبعا بالنسبة للعلاقات الناجحة بتخلي فيه نوع من انواع الجو اللي فيه سعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا وبتدعم اكثر وبتتعزز اكثر فاكثر اما بالنسبة للعلاقات الضعيفة فهاي بيدفعنا للعنف وبيجعل مزاجنا عدواني وعصبي وممكن تنتهي العلاقات وبرضو تسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع بين زحل وبين أورانوس وهاي بنصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعهدات هاي شوي يعني برضو إلها تأثيرات على حوادث طبيعة مثل عواصف وزلازل وإيشي إلو علاقة بالطائرات والسكك الحديد وبتعمل نوع من أنواع الإضرابات يعني على شكل تعاملنا مع السلطات حكينا إنه بالنسبة للقمر قمر محترق يعني ما إلو أي تأثيرات فعشان هيك مزاجه رح يكون منتحس بالنسبة لأعضاء الجسم الأكثر حساسية اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية واللازمة اللي هو القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم ضربات القلب أو معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان بالنسبة للعمليات الجراحية ما في أي مشاكل إنه ينعمل عمليات جراحية اليوم ما في أي شيء بمنع إلا إنه العضاء اللي ذكرناها هاي أكثر حساسية فلو تأجلت العملية ما كانت إضطرارية بكون أفضل بالنسبة لعمليات التجميل أو الحقن ما مننصح فيها بالفترة هاي بسبب إنه القمر محترق واثنين إنه الزهرة بتتراجع تصلح هاي الفترة لإزالة الشعر الزائد لا يصلح هذا للقص اللي هو العلاجي ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ بالنسبة لمطعم كورونا ما في أي مشاكل ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار اللي هي مسكنات مثل البندول أو البرستيمول خمسمية حبتين كل ست ساعات بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الأسد خلوه المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم 24-12 بيبدأ في تمام الساعة 6.39 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 28.24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج العذراء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد 19 يوم في تمام ساعة 6.27 دقيقة مساءا بيصبح 20 يوم نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 مزاجها سعيد اليوم بنسبة 30% القمر في الأسد حتى يوم 24-12 منتحس بنسبة 40% عطارد في الجدي حتى يوم 2-1 اليوم سعيد بنسبة 60% الزهرة في الجدي بيتراجح حتى يوم 29-1 سعيد بنسبة 0% المريخ في القوس حتى يوم 24-1 الآن هو سعيد بنسبة 0% لكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو يعني لغاية 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زال اليوم برضو القمر موجود في البيت الخامس لليوم الثاني على التوالي فعشان هيك بتظل رغبتكم في التقرب من أحبائكم هي الطاغية عليكم أكثر الفترة هاي ممتازة لقضاء أوقات ممتعة مع الأحباء أو بالجمعات أو بالأفراح أو بالمناسبات فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة حول تكرار المحاولات برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية برج الجوزاء بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو رحلة قصيرة أو سفر قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا اليوم بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وترح أفكار جديدة بتحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك ولتبرير مواقفك وبتنشطوا اليوم في التنقلات والاتصالات برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي أهم إشيه ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشيه تتفائل برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقها وبتعيد لكم اليوم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج العذراء بيسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود وخصوصا أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد لا تسمح للقلق أن يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بدورك بتقديم المساعدة اليوم في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية والمطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية فترى فيها نوع من أنواع الصعوبة برج القوس بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتق اليوم بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة برج الجديد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن اليوم تناقش موضوع بتعلق إما بإرث أو موضوع مالي برج الدلو ابترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني لا تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة لا تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم لا تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العداوات وإهمال وضعك الصحي خذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر